بسم الله الرحمن الرحيم In this video I'm going to talk about the cytoskeleton First, let's see some general functions for the cytoskeleton We have three general functions Structural support, motility and regulation For the structural support, it give and maintain the cell shape يعني بتحافظ على شكل الخلايا It provide anchor for organs يعني إيجاد نقاط لتثبيت العضيات العضيات الموجودين داخل الخلايا Motility, it's responsible for the cell locomotion حركة الخلية It produces large scale movements For example, muscle contraction Cell crawling زحف الخلية هي إحدى طرق حركة الخلايا Propulsion via cilia and flagella Regulation, it organized structures and activities of cells It allowed the cells to organize its components يعني هي مسؤول عن تنظيم The structures and components الموجودين داخل الخلية Let's see what is the cytoskeleton component It's composed of networks of three different phenomena Macro-tubules, macro-filaments and intermediate phenomena Let's begin by the macro-tubules The structure of macro-tubules It's the thickest fibers It's hollow rods About 25 nanometer in diameter Hollow يعني مفرغ من الداخل Roads يعني شكل عصوي على شكل عصوي مفرغ من الداخل Constrict Consist of a protein Named tubulin يعني واحدة البناء الأساسية للmacro-tubule اسمها tubulin عشان يكسم منهم Macro-tubule And we have two types of tubulin Alpha-tubulin and Theta-tubulin It grows or shrink as more tubulin molecules are added or removed We will see them in a second Functions of the macro-tubule It's responsible for the movement of the chromosomes during the cell division It forms the cilia and the flagella And also It has structural support and the cell movement It forms tracks Tracks يعني سكك That guide motor proteins carrying organelles في عنا بالخلية شغلات اسمها motor proteins هدول الموتر بروتين لديهم القدرة على حمل مواد وكومبوننطس مهمين للمكونات الموجودة داخل الخلية هدول الموتر بروتين عشان يقدروا يمشوا جوا الخلية لازم يكون فيه لهم tracks يعني سكك محددة للسير الاشي اللي بيعمل هدول التراكس هم الماكرو-tubules For example For the motor proteins We have two types of them Niacine and Dainine Also the macro-tubules They produce extra cellular movement via the beating of cell and the flagella So the macrotubules are responsible for the forming of cell and the flagella and also are responsible for the motility of them It establish an internal polarity for movements of structures in the interface cell ما يعني انترفيز cell؟ هي عبارة عن الخلية اللي بمرحلة الانترفيز أول مرحلة الانقسام لما الخلية تبلش انقسام لازم العضيات والمكونات الموجودة داخل الخلية تبدأ بالحركة نحو الأقطاب هذا الاشي منسميه في انترنال polarity هي عبارة عن حركة الكمبوننت والأورجنال الموجودة داخل الخلية باتجاه الأقطاب المسؤول عن هذه الحركة والمحافظة عليها هم الماكرو-tubules لذلك الانترنال polarity هي عبارة عن حركة الانترنال والأورجنال الموجودة الانترفيز الانترفيز نفس المبدأ الانترنال لدينا حركة باتجاه أحد الأقطاب اوكي؟ مثلا الخلية مثل ما حكينا زحف الخلية لما الخلية بدأ تسحف باتجاه معين لازم الكمبوننت والأورجنال الموجودين داخل الخلية يروحوا بهذا الاتجاه عشان هيك الاشي اللي بحافظ على الأورجنال اللي بحافظ على ثباتهم وعلى حركتهم وحركة الكمبوننت هو الماكرو-tubules تتبع تتبع أو تتبع تتبع أو تتبع لذلك هنا لدينا بلس اند و بلس اند اطرف منسميه يوسب منس اند واطرف منسميه يوسب منس اند تتبع الملكين و تتبع الملكين لكن هناك تجزيع مناكرا تتبع الملكين إنه سريع سريع ونرى لماذا يدامه أيضاً، إنه يحدث في الزيطابلازم المنص هو سلوه و أيضاً، إنه يحدث في مكان المصر يعني، الإضافة سريعة ويكون موجود في الزيطابلازم ونرى لماذا هذول الشيغلتين يحدثون بهذا الشكل المنص بطير ويكون قريب من الزيطابلازم دعا بيزيرmund البيطابلps هنا يوجد الألاق والحيدات هنا يوجد ال từ الزيطابلازام الموجود بشكل عصوي الميجرى والحيدات المختبئة هلو مفرغ من الداخل هنا يوجد الـ هناياً الزيطابلètres هناك الزيطاء من الحيدات المbrانتين زيار الخ 않는 الكب Young الزيطابل م Playing macrotubules جاب يعني كبعة أو غطاء GTB is an energy molecule like ATP But instead of having Adenine بدلا ما يكون عندك القاعدة النيتروجينية Adenine بيكون لديك قاعدة النيتروجينية أخرى إقوانين So GTB is an energy molecule In the growing microtubule we have a cap of GTB That's why the addition proceeds faster And in the shrinking microtubule We don't have GTB We have GDB Okay It's lesser energy الطاقة أقل So the GDB tubulin will be released to the cytosol And there will be shrinkage of microtubule يعني بالgrowing بيكون لديك GTB بالشرنكج بيكون لديك GDB Now the microtubules accept a behavior term dynamic instability عشان نعرف شيء عن dynamic instability We need to see this video Okay نجربة بداية So the microtubules continue to grow from the centrosome added to a cell extract يعني بحكي لك أنه الميكروتubules يبدأوا بالنمو من السنترزوم باتجاه السيتوزوم So the microtubules continue to grow from the centrosome added to a cell extract لاحظة بعض الميكروتubules يتوقفوا عن النمو وبصير لهم shrinkage يعني برجعوا باتجاه السنترزوم Okay A behavior called dynamic instability شو يعني dynamic instability يعني بعض الميكروتubules الميكروتubules اللي كانوا على النمو رح يرجعوا باتجاه السنترزوم عشان هيك حكينا أنه الميكروتubules بتكون قريبة من السنترزوم بينما البلس ان بتكون قريبة من السيتوزوم يعني هدولا مين موجودين بالسيتوزوم فإذا بالمنطق لما بدهم ينمو الميكروتubules رح ينمو في السيتوزوم Okay ولما بدهم يصير لهم shrinkage رح أصير near the centrosome Okay And this is very clear in this video Okay Notice how they يعني suddenly they grow and suddenly other microtubules they shrinkage This is called dynamic instability So dynamic instability The total mass of polymerized tubulin remains constant But individual macrotubules are dynamic شو يعني يعني التubulin وحدات البناء الأساسية اللي بتكون الماكروتubules عددها ثابت بينما الماكروتubules هم اللي بتغيرهم كيف يعني 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 لو فرضا كان في عندك ميت وحدة بناء من التubulin هدول عددهم ثابت الماكروتubules لو فرضا هدول المية كل عشرة كونوا واحد ماكروتubules رح يصير في عندك عشرة ماكروتubules هدول العشرة هدول العشرة في منهم اشي رح يزداد في الطول و اشي رح ينقص في الطول هلا اللي بنقص في الطول عدد الوحدات تبعت التيبولين اللي نقصت منه رح تروح لماكروتubules آخر رح يزداد في الطول فالعدد الكلي تبع التيبولين كونستانت بينما الماكروتubules هم الديناميك يعني لخصت بالفيديو شغلات كانت تقصر بالمقابل في شغلات كانت تزداد في الطول هذا التوضيح لهذه الجملة يعني عدد الكل للوحدات البنائية ثابت وكي انت عندك مية وحدة اشي بزيد بالمقابل في اشي رح ينقص اشي ينقص بالمقابل في اشي رح يزيد بس العدد الكل ثابت غروث is the assembly of macrotubules the shrinkage is the de-assemble of macrotubules catastrophe is the switching from gross to shrinkage just يعني اعرفهم مثل ما هم ريسكيو إيه 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 يعني باختصار ما الديناميكي إيه عبارة عن الإشي اللي راح يقل في الطول مقابله في ماكروتيبيول آخر راح يزداد طول وهيه الديناميك إيه إيه سبقنا الفيديو The ماكروتيبيول associated proteins They are proteins that interact with the ماكروتيبيول of the cellular site السكيلوتون يعني في عنا مجموعة من البروتين وجد العلماء أن هذه البروتينات بيكونوا موجودين بالقرب من الماكروتيبيول وبتفاعلوا معهم نتيجة لهذا التفاعل بصير في عنا شوية تغيرات And the ماكروتيبيول associated with proteins can function as a cross bridge connecting ماكروتيبيول This is one of the functions function as a cross bridge to regulate their stability يعني عشان يقوموا بالمحافظة على ثبات الماكروتيبيول في عنا ماكروتيبيول associated with proteins بكونوا موجودين بين الماكروتيبيول بكونوا بكونوا cross bridge They can affect ماكروتيبيول rigidity and assembly rate ممكن يأثرو بسرعة الانفصال وبسرعة التكون ما شيف فباختصار الماكروتيبيول associated with proteins I am موجودين هنا and there is a lot of details about them but the doctor didn't mention anything in just those details They are associated with the microtubule They can help in the connecting between microtubules by cross bridge المحافظة على stability to regulate the stability of the microtubule or so they can affect the rate of assemble and de-assemble Now let's see Why are microtubules dynamic? Microtubules are dynamic to allow the cell to quickly recognize the network when building a microticket spindle Remember that the microtubules are a major component in the cell division المهمين في عملية الcell division They guide the chromosomes Dynamics also allow microtubules to probe probe examine for specific objects and sites on plasma membrane search and capture What does that mean? Dynamic is that the assembly and the assembly in a way will help the microtubules help the microtubules to make the mitotic spindle and also it will help to make the specific objects that have to connect with it so that you can find it in a way dynamic If it wasn't dynamic then you can find it in a way in a way but it's all about the dynamic Now the motor proteins we talked about in a bit that there are these things that can move from the tracks and can move so the motor proteins are enzymes that convert the ATB directly into movement these motor are called ATB as a source of energy and convert this energy to a movement along the cytoskeletal filaments some motor moved toward the plus end and other move to the minus end carry cargo what is their function to carry cargo this cargo might be organelles might be protein complex might be RNA and immediate microtubule microtubule sliding يعني بنظم عملية النقل لهذول الكارغو وأيضا بنظم عملية the sliding between the microtubules okay first evidence of microtubule motors came from study of axonal transport there are two families of microtubule motors we have the kynines and the dynein okay so we have two families of microtubule motors kynine dynein okay remember those let's begin by the kynines they move the cargo to the plus M in mitosis to participate in mitotic spindle dynamics usually dimers of two heavy chains and two light chains so remember plus and two heavy and two light chains we will see them in a second the structure of kynine two heavy chains two light chains and a microtubule and ATP binding site يعني في عليها مواقع للارتباط مع الATP ومواقع للارتباط مع الماكرو تيبيول also it has a cargo binding site كنا نشوفها في هذا الشكل هون في عندنا الكينزين في عندنا مواقع للارتباط مع الماكرو تيبيول في عندنا مواقع للارتباط مع الكارغو تكون موجودة هون وهي ال heavy chain وهي ال light chain الكارغو بترتبط مع ال light chain I think this is all about the end and the very important difference between the kynine and the dynine that the kynine move toward the plus end okay while the dynine move toward the minus end بعرف شو اللي structure وشو كل واحد فيهم بالبعيد تجاه بمشي let's see the dynine they move the cargo to the minus end in mitosis participate in magnetic spindle dynamic power beating of cilia and the flagella large protein complex with many subunits and you know if you are asked what is the responsible for the beating of cilia and the flagella it's dynine okay and let's see them here it's a large complex of protein it has a heavy chain it has a light chain and it goes toward the minus end while the kynine goes toward the plus end and we have two classes of dynine so the kinesine and dynine are two classes of motor proteins now the dynine themselves we have two types of them a cytoplasmic dynine and an axonormal dynine from the name cytoplasmic it carry cargo and the cytoplasm it involved in mitotic spindle dynamic why because the mitotic spindle where it happens in the cytoplasm while the axonormal dynine remember axonormal it refers to the 9 plus 2 structure in the cella and the flagella we will see it in a second so from the name axonormal dynine they are localized excessively in the cella and the flagella the motor is that power, ciliary and a flagellal beating okay I think we have done from the micro-tubules let's talk about the micro-filaments the structure of micro-filaments they are long made of thinness class of fibers so they are the thinness consists of solid rods of protein called actin a twisted double chain of actin subunits about 7 nanometer in diameter and the micro-filaments it is a twisted double chain two chains they are the 3D network inside the cell membrane and muscle cells actin filaments interact with biocene to form the muscle contraction they are responsible for the muscle contraction they connect cells to each other and they move vesicles and organelles within the cytoplasm to help cells movement the most important function is the muscle contraction from their name micro-filaments filaments refer to actin and myocene and remember that always the actin is responsible to the muscle contraction connect cells together and move vesicles they are very clear so they are a dynamic process actin filaments when they want to make the muscle contraction they will move they will slide on the myocene filaments you have noticed from the physiology so it's a dynamic process the actin filaments constantly form and dissolve making the cytoplasm liquid or stiff during movement of amoebia we will see it in this picture the cytoplasmic streaming in plant cells also they are responsible for cytoplasmic streaming 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 يعني خلط أو تحريك مكونات الخلية النباتية speed disruption of materials أيضا functions for the micro-finaments حركة الامoebia cytoplasmic streaming will be the disruption distribution of material هذه هي حركة الامoebia amoeboid movement ok soul of actin subunits يعني soul of actin subunits they go toward a side يعني بروحوا باتجاه أحد الأطراف تابعة الخلية نتيجة لهذه الحركة بهذا الاتجاه الخلية بتمشي في هذا الاتجاه ok يعني شو المسؤول عن حركة الامoebia الاكتن بس والcytoplasmic streaming يعني عملية خلط مكونات الخلية ok and this is all about the micro-filaments the intermediate filaments the structure of them they are specialized for bearing tension and they build from keratin protein المكون الأساسي لهم اسمه keratin ok and this is the same protein that we find it in our hair intermediate in size between 8 to 12 nanometer and this is why we call them intermediate filaments سبب التسمية تبعتهم the function of them they maintain cell shape they hold things in place inside the cell they are more permanent fixture of cytoskeleton يعني هما الاشي اللي منشوفه بشكل اكبر في cytoskeleton يعني يعني يمكن معنى هاد الاشيء هما اكثر مكون من بين هذور الثلاث مكونات منشوفه بشكل دائم يعني دائما موجود لانه الماكرو المسؤولين عن الكروموسومز والمانتو تكسبين دلو واشياء لاتحي منشوفهم وقت الانقسام اكثر اشيء بينما الاشي اللي دائما يكون موجود بشكل داعم هو الانترميدات فيلمنت they reinforce the cell shape and fix organal location nucleus this is very important the nucleus is held in place by a network of intermediate filaments they connect cells to each other and to the underlying tissue ان هدولا اهم فنكشنين خاصين بالانترميدات فيلمنت now we have done from the three types of filaments we will talk about cella and flagella and central oils let's begin by cella and flagella they are structurally similar يعني المكون الاساسي لالهم نفس الاشي يعني اهم شغلات لما تحكي عن السلة والفلاجلة تقدر تمييز بناتهم المكون الاساسي لالهم نفس الاشي بشكل كثير كبير والفنكشن تبع الفلاجلة يختلف عن الفنكشن تبع السلة بداعا على مكان يكون موجودين فيه اوكي فالستركشور نفس الاشي الاختلاف بالفنكشن وباللينث الفلاجلة عن السلة are specialized macrotribules حكينا ان الماكروتيبيول هي مسؤولة عن تكوين السلة والفلاجلة وايضا مسؤولين عن حركتهم بشكل كبير بشكل كبير بشكل كبير يعني هذا التعريف آخر لهم الفلاجلة بشكل كبير هذا الفرق بالشكل أوكي وباللينث and they are hair-like بكونوا مثل الشعر يعني بكونوا حول الخلية كأنهم مثل الشعر الفلاجلة in the cells there might be one to two ماكسموم and they are longer and they whip-like شكلهم مثل الصوت أوكي مثل الصوت move unicellular and small multicellular organisms by propelling water bath them عن طريق دفع الماء بيقوموا بتحريك unicellular and small multicellular organisms يعني هذولا كائنات حية أوكي like some types of bacteria like the sperms they move them they move using the flagella or cilia by propelling يعني دفع الماء يعني تيج لدفع الماء بتحركوا للأمام cilia sweep mucus and debris from lungs this is an important function for the cilia flagellum we find it in sperms okay let's now talk about the structure of them we said that the structure is similar and its 9 plus 2 is known as axonome we will see it in the picture 9 pairs of microtubules around 2 single microtubules in the center bending of cell and flagella as driven by a motor protein we have said this in the previous slide and this protein this motor protein it's dienine here we have the 9 plus 2 arrangement this is 1 2 3 4 5 6 9 okay يعني في عنا تسعة تسعة حلقات بيكونوا كل واحد يكون تينين microtubules in the middle we have 2 single okay so they call it 9 plus 2 okay i think it's clear and they name it axonome now let's talk about cella it's an or like movement or يعني حركة okay it's alternating power and recovery strokes generate force perpendicular to cella's axis يعني في عنا اشي اسمه power or recovery stroke or active and recovery and those strokes هدول الحركات they are perpendicular بشكل عمودي to cella's axis خلينا نشوفهم هون okay so it's an or like movement متل حركة المجداث we have an active stroke and we have a recovery stroke وهذه الحركتين بيكونوا بشكل عمودي على السيليا axis okay لاحظ يعني من طوقها صورة واضحة ان الحركة هاي بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه بتكون عمودية على المحور تبع السيليا okay and where we find cilia we find it lining the epithelial tissue of the respiratory tract لأنها مسؤول عن إزالة الميوكس من هذا المكان to sweep particulate matter out of the airways cilia line the obiduct to push the egg and the females they are the non-motile cilia detect forget this point okay you don't need to know anything about it the mutations that disrupt cilia cause multiple diseases يعني إذا كان في عنا mutation طفرة في السيليا احتمال بصير في عنا عدة أمراض من هذول الأمراض fertility which affect spare mortality or ectopic pregnancy ليش ectopic pregnancy لأنه ectopic يعني هو عبارة عن الحمل خارج الرحم طيب من المسؤول عن إطلاق the egg المويضة خارج the obiduct cilia هلأ إذا كان هناك mutation في السيليا المويضة احتمال تضلها داخل the obiduct واحتمال يصير في عندك إخصاب واحتمال يصير في عندك pregnancy داخل the obiduct هلأ أي حمل يحدث خارج الرحم من سميه ectopic سواء حدث في ال obiduct سواء حدث في المعدة سواء حدث في أي مكان خارج الرحم من سميه ectopic اوكي فإذا كان هناك mutation في السيليا وما قامت بالوظيفة تبعتها ما قامت بإطلاق المويضة للرحم احتماله سيكون هناك ectopic pregnancy ومن سميه سميه خارج الرحم ومن السيليا الانطبط سميه المضح لانه السيلة مش رح تقدر تقوم بالوظيفة تبعتها لوتينيال يعني الشبكية يعني هي التدمر الشبكي احتمال لانه السيلة تكون موجودة في الشبكية لانه السيلة تكون موجودة بالمركز المسؤول عن التوازن تكون موجودة في الاذن تبعت الانسان فاذا كان في ميوتاشن لا سوف يصبح عندك توازن سوف يصبح عندك مشاكل بالسمع هذا الاشي يسموه أشار ساندروم حسنا نعرف الناس و هذا يكفي سينوس انفيرتوس هي اخرى سينوس انفيرتوس موجودة في سيليا سينوس انفيرتوس بشكل انعكاسي او بشكل مقلوب ثzingة سينوس بلوكيبيديا هم عبار عن مواد مسؤولين عن تطور النسيج They are secreted on the right side of the imperium And are transported to the left side by celery beating تمام؟ هذول المرفوغانز مسؤولين عن تطور الأنسجة يتم إفرازهم في الجنين بالطرف الأيمن فقط كيف بدهم يروحوا للطرف الأيصر عن طريق celery beating هلأ إذا كان في عندك ميوتاشن بالسيليا ما رح يروحوا للاتجاه اليسار في المنطقة اليسار رح يصير في عندك دسك أو ضعف في نمو التشوز الموجودة فيها ليش؟ لأنه ما في عندك ميوتاشن في المنطقة اليسار ليش ما في ميوتاشن؟ لأن السيليا ما قامت بوظيفة نقض الميوتاشن الآن الميوتال سيليا فعلت تستطيع ميوتاشن بالتطور الأيمن يصير في عندنا مرض اسمه سينوس انفيرتوس حسن؟ لذلك ما هو سينوس انفيرتوس؟ إنه مزيد من الميوتال سيليا وهو مزيد من الميوتال سيليا بس نحن نتحدث عن فلاجيلا إنه حركة موجية حركة موجية حركة موجية حركة موجية داينين حكيين أنه داينين هو المسؤول عن الحركة تبت لفلاجيلا تبت السينية فلاجيلا تستطيع الميوتال سيليا ويوجد انفيرتوس ويوجد انفيرتوس ويوجد انفيرتوس هذه الميوتال من السلائد حسن؟ نحن لدينا موجودة أخرى يسمى كارتنيجر ساندروم إنهي الكارتنيجر ساندروم محتوطة بالسلائدات بمكانين مختلفات بكل مكان محكي عنها بطريقة شكل فأنا نبحث عنها ويوجد انفيرتوس حسن؟ 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 في أخطاء يمكنك أن تقول أن كارتنيجر ساندروم يمكن أن يحدث في بطريقة سلائة وفلاجيلا هذا الأشي ممكن يحصل بالسلائة وفلاجيلا لماذا؟ حكينا أن السلائة وفلاجيلا وفلاجيلا تباهم تباهم الكارتنيجر ساندروم عبارة عن مرض يحدث في السترائجر الأساسي فإذا كان الضرر الموجود في السترائجر تبع السلية يصير في عنا أدة أمراض مثل السايتس انفيرسس اللي حكينا عنها قبل شوي الساينيوسايتس اللي عبارة عن التهاب الجيوب الأمثية وبرونكوسايتس اللي عبارة عن توسع وبرونكوسايتس أتوقع اللي عبارة عن توسع القصبات يعني باختصال الكارتنيجر ساندروم وعبارة عن مرض أو موتايتس اوكي دفكت ناميه كما تريد يحدث في السترائجر 9 بلاس 2 اوكي هذا موتايتس إذا كان في السترائجر سيلا اوكي سيكون لدينا هذه السايتس انفيرسس الساينيوسايتس بروكي سيكون لدينا وإذا كانت في الفلاجلة سيكون لدينا بعض المطاقات في المطاقات التي تصبح مثل سبيرسس يعني حسب المكان اللي بحدث فيه سواء حتى في الـ 9 بلاس 2 تبدأ السلة سواء حتى في الـ 9 بلاس 2 تبدأ الفلاجلة فالشي المهم عشان تدر تفهمهم بسهولي من المصلادات يعرف ان الكارتنيجر ساندروم تحدث في السلة والفلاجلة اوكي إذا صارت بالسلة بصير في عندك هذول الأمراض واحد منهم يعني احتمال وإذا صارت بالفلاجلة ممكن يصير في عندك مشاكل بالسبرم اوكي نحن نتحدث عن سنترويل سنترويل نحن نتحدث عن نحن نتحدث عن المصلادات ونحن نتحدث عن المصلادات أولا هذا نحن نتحدث عن هذا الفيديو المصلادات بطيء قليلا هذا ما قلت الدكتور عنه السيتوسكيليتال سيمبل عن دي سيمبل يعني أنه يصنع من يونت وقد قلنا حكينا كل يونت كل واحد من الماكرو كل واحد من السيتوسكيليتال شو اليونت المكونة إله هدول اليونت بيصير لهم دي فورم أو فورم وهذا الدياجرام بس بيقارن لك بسرعة الدي فورم تبع كل واحد منهم هنا شوز how the polymerization of this units that make the macrotubule and actin comparable A comparision between the formation and the deformation assemble and disable The deforming forces they are factors which are responsible and here we observe the speed the rate of the assemble and the simple cost بس نعرف إن هذا الشكل بقانون لك بالسرعة بناطم الأكتن سريع الانترميدية سريع بينما وما أصبت به فمن الله وحده أما ما أخطأت باسفة من نفسي وتقصيري فعذروني وبالتوفيق